ومصر كلها هتبقى زي الفل بدءا من بكرة بإذن الله هيعلن التغيير في الحكومة مش هنقول الحكومة الجديدة ولكن تغيير في الحكومة تغيير بييجي بدماء جديدة وبوجوه جديدة وطاقات جديدة وأهداف جديدة وأولويات وأجندة متخمة الحقيقة أمام الحكومة القادمة تغيير حكومي بييجي للعمل على أنه نحقق مجموعة كبيرة جدا من الأهداف وبقول نحقق لأنه أنا من الناس اللي مقتنعة جدا أنه العمل دائما هو عمل الكل يد بيد صحيح أنه الحكومة الجديدة أو المزراء الجدد في الحكومة هيبقوا وقفين بمسؤوليات أمام رئيس الجمهورية وقفين بمسؤوليات أمام مجلس النواب وقفين بمسؤوليات قدام 110 مليون مصري بس أهم الأولويات بتاعتنا وفي ظل كل ما نراه وفي خضم كل الأحداث الإقليمية والدولية الحفاظ على محددات الأمن القومي دي نمرة واحد واثنين وتلاتة واربعة وخمسة محددات الأمن القومي واللي ما بيبعدش عنها بأي حال من الأحوال بل أنه جزء رئيسي ومركزها هو بناء الإنسان المصري رأس الأولويات في التغيير الجديد خصوصا على مستوى إيه بقى؟ مستوى التعليم وعلى مستوى الصحة طيب الإصلاح الاقتصادي يا يوسف لازم هنكمل فيه مصار إصلاحات اقتصادية واستكمال استراتيجياتنا ونبدأ نشتغل بتكتيكات جديدة وزي ما كنت بقول بعقول جديدة وبدماء جديدة ثم إنه الحكومة الجديدة هي كمان لازم هتركز على جذب الاستثمارات خارجيا ومحليا ده مهم جدا 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 استثمارات في كل المجالات وأنا أظن إنه أكيد من أهم الأولويات الصناعة الصناعة والتصدير طيب بزل أي جهد ممكن ومتاح بل وغير المتاح هنجد لي حلول ليه تحديدا للحد من ارتفاع الأسعار ليه إنه تنضبط الأسواق القانون 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 والقانون ليس سيفا مصلطا وإنما القانون فوق الكل